اشتركوا في القناة والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية وصوت لصالح القرار 157 صوتا فيما عرضته 7 دول ممثلة في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كندا ونايرو وميكرونيزيا وجزر مارشال وبالاو فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت وأكد القرار الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية أن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من تشييد للجدار العازلي والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات الأمن السودانية تستخدم قوة مفرطة بحق المتظاهرين ضد ما أسماه الانقلاب في السودان مؤكدا على حق السودانيين بالتظاهر السلمي تصريحات المسؤول الأممي جاءت خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في موضوع آخر أقلعت طائرة تابعة للخطوط العراقية من المطار في العاصمة البيلاروسيا مينسك متوجهة إلى أربيل ومن ثم إلى بغداد وعلى متنها 430 مهاجرا عراقيا معظمهم من الأكراد وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت في وقت سابق إنها أرسلت طائرة إلى العاصمة البيلاروسيا مينسك لنقل 430 شخصا معظمهم من أكراد العراق إلى أربيل في إقليم كردستان ويشكل أكراد العراق الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونية عبر بيلاروسيا ولاقت طائرة الترحيل العراقية ترحيبا من قبل بولندا التي شهدت العدد الأعلى من المهاجرين الذين يحاولون العبور من بيلاروسيا في العراق دائما دعا مساء أمس الخميس زعموا التيار الصدري مقتدى الصدر القوة السياسية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي إلى مواصفه مراجعة أنفسهم من أجل إعادة ثقة الشعب ودعا أيضا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وحل الفصائل المسلحة غير المنضابطة وتسليم أسلحتها للدولة خطب الصدر يأتي بالتزامن مع تسريبات بشأن عقد القوة الخاسرة في الانتخابات اجتماعا جديدا واستحديث عن مبادرة جديدة للرئيس العراقي تهدف لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد حصل رجلان أمضيا عقودا في السجن بعد إدانتهما بقتل الناشط المسلم والمدافع عن الحقوق المدنية مالكولم إكس عام 1965 حصل على البراءة أمس الخميس بعدما اعتذر المدعي العام لمقاطعة منهاتن عما أسمه انتهاك القانون وثقة الجمهور وضجت قاعة المحكمة بالتصفيق عندما أبطلت قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك حكمي الإدانة ضد محمد عزيز ذي الثلاثة وثمانين عاما وخليل إسلام الذي توفي عام 2009 وقال عزيز للمحكمة إن إدانته الخاطئة نابعة من عملية فاسدة في جوهرها وهي عملية مألوفة للغاية بالنسبة للسود في عام 2021 أعلن ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني وقدم عضواني جمهوريان وآخر مقرب من الديمقراطيين مشروع قانون مشترك لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية واعتبر الأعضاء الثلاثة إن هذه الصفقة قد تسرع سباق التسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بالولايات المتحدة للخطر أعربت الصين أمس الخميس عن احتجاجها القوي ومعارضتها الشديدة لموافقة ليتوانيا على إنشاء ما يسمى مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها ويستحمل الجانب اللتواني المسؤولية عن جميع ما يترتب على ذلك من عواقب وإنه لا توجد سوى الصين أو سوى صين واحدة في العالم وطيوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر